السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الثالث ابتداء تعليم مستمر نرحب بكم في هذا الدرس الإثرائي اللي سنتحدث فيه عن موضوعات هذا المنهج منهج الحاسب وتقنية المعلومات للفصل الدراسي الثاني تحدثنا في هذه الموضوعات لهذه الوحدات تحدثنا عن لوحة المفاتيح ثم تحدثنا عن كيف ممكن نستخدم البرنامج بفكرها تحرير وتنسيق النصوص ثم تحدثنا عن وحدات التخزين وأنواعها كيف ممكن تقوم بالتعامل مع وحدات التخزين الخارجية نقل ملفات المجلدات من وإلى وحدات التخزين ثم انتقلنا إلى الجزء الخاص بشبكات الحاسب كيف ممكن تقوم بالاتصال بشبكة الانترنت ثم كيف تقوم بالتصفح ودخول لصفحات الانترنت ثم بعد ذلك محركات البحث ثم ملحقات جوجل والخدمات التي يقدمها موقع جوجل تحدثنا بداية عن لوحة المفاتيح الأشكال المختلفة للوحة المفاتيح أبرز مكونات لوحة المفاتيح تحدثنا للوحة المفاتيح من أهم وحدات الإدخال وأكثرها استخدام وهي الأكثر استخداماً بعد الفارة اللاسية عند الكتابة تشبه الآلة الكاتبة لها عدة أشكال نلاحظ بعض الصور في أشكال لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح التقليدية التي يكون في داخلها وكثير من المفاتيح في اليمين والإسار أيضاً لوحة المفاتيح الخاصة بلوحة الأسهم والأرقام تكون في اليمين أيضاً لوحة الخاصة الموجودة في الحاسب المحمول أو الجهاز الحاسب المحمول تكون مختصرة وأيضاً ظهر لنا لوحات مفاتيح بتصميم حديث يمكن طيها ونقلها بسهولة بكرنا أبرز مكونات لوحة المفاتيح هناك أحروف وأرقام وعلمات ترقيم ورموز رياضية بسيطة أيضا مفاتيح أخرى تساعد في تصحيح النصوص مفتاح المسح الباك سبيس وأيضا الديليت وعرفنا وفرقنا بينها بحيث يكون المسح الأول يكون خلف مؤشر الكتابة في الباك سبيس وأيضا في الديليت يكون أمام الكتابة أيضا أو مؤشر الكتابة يستخدم مفتاح دليل دائما لحذف ملفات المجلدات وفتاح المسافة ووضع مسافة بين كلمتين مفتاح الادخال يقوم بالانتقال إلى سطر جديد أيضا المفاتيح الأسهم اللي ممكن تقوم بالتنقل داخل شاشة الملفة أو البرنامج بكرنا عديد من المفاتيح الأخرى مثلا لتحويل اللغة من لغة عربية إلى لغة إنجليزية باستخدام Alt Shift وأيضا استخدام المفتاح Shift لإستخدام بعض الممكنة تقوم بالتحويل الحرف الكبير إلى حرف صغير مثلا في اللغة الإنجليزية مثلا وتحدثنا في آخر جزء في هذا اللوحة المفاتيح اللي هي الاسكيب أو الخروج أو مفتاح الهروب للخروج من النوافذ وإيقاف بعض البرامج تحدثنا بعد ذلك في برامج الملحقة في جهاز الحاسب من ضمنها برنامج أو المفكرة كيف ممكن تقوم بتحديد نصف باستخدام الفارة ووضع مثلا تقوم بوضع أو نسخ وقص النصوص داخل هذا البرنامج فقط تقوم بتحديد الكلمة بالنقر على مرتين بزر الأيسر للفارة إذن لتحديد السطر وممكن حتى تقوم باستخدام السحب والإفلات بالنقر والسحب ابتداء من أحد أطراف السطر أو الفقرة ثم نقوم بفتح مثلا الملفات التي نريدها ووضع التنسيقات الخاصة فيها سواء في النسخ أو القص هناك طريقتين إما باستخدام زر الفارة الأيمن تقوم بالنسخ واللص والطريقة الثانية تقوم بالطريقة الأولى هي مثلا تقوم بتحديد النسخ باستخدام أو تقوم بالنسخ والقص والطريقة الأخرى وهي قائمة يكون في قائمة تحرير نقوم بالدخول على قائمة التحرير ثم وضع النسخ أو تحديد النسخ الذي نريد ثم وضع أو نقوم بالضغط على أمر نسخ ثم لسخ في مكان آخر الذي تريد وضع الملف فيه ثلاثة قائمة التحرير الموجود في قائمة المفكرة اختيار النسخ وقائمة التحرير أيضا ممكن حتى تتحكم داخل هذه الصفحة بنفس الطريقة تحدثنا عنها تقوم بتختيارها ووضع النسخ ثم لسخ أيضا طريقة أخرى في حالة أنك تقوم بتنسيق لهذه النصوص سواء بالاتفاف للنسخ الخط غيرها من الأدوات الممكن تستخدمها مثلا في تغيير نوع الخط أيضا في تغيير عرض الخط أيضا في تغيير حجم الخط تقوم باختيارة مباشرة باستخدام هذا النوع من أو هذه الطريقة التي ممكن تقوم باختيارها من قائمة تنسيق بعد ذلك تحدثنا عن وحدات التخزين وأنواعها ووحدات التخزين ذكرنا أنها المكان الدائم لحفظ البيانات بداية نتعرفنا على تحريف وحدات التخزين ذكرنا هي المكان المخصص لحفظ البيانات ذكرنا أن هناك وحدات تخزين داخلية ووحدات تخزين خارجية وحدات داخلية تكون مدمجة مع جهاز الحاسب وموصلة بداخل الصندوق وهي المكان الرئيسي تخزين الحاسب أيضا وحدات التخزين الخارجية تكون منفصلة عن جهاز الحاسب ويتم توصيلها بالجهاز من خلال منافذ وتستخدم لحفظ البيانات وتخزينها لها عدة أنواع مثلا هاردسك أو القرص الصلب الخارجي لها شكال ويكون بشكل صندوق مغلق يوصل من خلال المنفذ الخارجي لاحظ هذا الشكل الخاص فيه أيضا النوع الآخر لقرصة الضوية التي تتم قراءتها ويجب أن توفى محرك خاص بهذا النوع من الوحدات أيضا شراحة تخزين أو فلاش ميموري وهي أدوات من أدوات تخزين الحديثة التي يتم توصيلها منفصل الخارجي اليو سبي ويسمى أحيانا اليو سبي فلاش أو فلاش ميموري أيضا نوع الآخر بطاقات الذاكرة تستخدمها داخل جهاز أو داخل كاميرات باستخدام قطعة يتم توصيلها لقراءتها من جهاز الحاسب ذكرنا أن هناك عدة خصائص لوحدات التخزين مثلا في القرص الصلبة الداخلي سعته عالية حجم متوسط ممكن يقوم بالاستخدام الشخصي أيضا صعب التنقل فيه لارتباطه في جهاز الحاسب أما فيه الهارد ديسك خارجي سعته تكون عالي جدا وأيضا حجمه يكون متوسط إلى كبير يمكن مشاركته تنقل فيه أيضا يكون معدود شرائح التخزين أو الفلاش ميموري متوسطة حجمها صغير مناسبة للمشاركة وسهل التنقل في القراص السي دي أو الديفي دي مخافضة إلى متوسطة حجمها صغير مناسبة جدا مشاركة وتوزيع الهداء أيضا سهلة التنقل أيضا لاحظ في البطاقات الذاكرة أو استي كارت نفس الطريقة تكون سعتها متوسطة وصغيرة جدا وتستخدم استخدام شخصي وأيضا سهلة التنقل كيف ممكن نقوم أو نتعامل مع وحدات التخزين الخارجية بداية بفتح أيقونة جهاز الكمبيوتر ثم سيتظهر لنا هذه الصورة وهي تظهر لي وحدات التخزين المرتبطة التي تكون بداخل الجهاز يتم التعبير عادة عن القرص الصلب مبني داخل الجهاز الحاسب بالحرف C ويتم تقسيم القرص الصلب الداخلية أكثر من جزء يأخذ كل جزء حرف بتسميتها مع الحفاظ على تسلسل الأحرف بدلا من الحرف C ويتم تسميتها أيضا محرك الأقلاص الموجودة بداخل الجهاز بحرف الأحرف الإنجليزية أيضا تظهر جميع المحركات الخاصة بحدات التخزين داخليا أيضا وحدات التخزين الخارجية التي تقوم بتوصيلها يتم تسميتها بحرف جديد وتسلسل مع الأحرف المستخدمة في هذه الأجهزة التخزين الموجودة أيضا هذا يعني أنها في كل مرة يتم دخولها مثلا أو تقوم بإدخالها ستأخذ حرف مختلف حسب وحدات التخزين الموصلة بجهاز الحاسب أيضا كيف ممكن أن تتعرف على الوحدات أو القلاص الموجودة بالضغط على إيقونات جهاز الكمبيوتر ثم معرفة الأحرف التي تظهر لديك في جهاز الكمبيوتر أيضا حفظ البيانات واسترجاعها كيف ممكن أن نصل إلى وحدات التخزين لا بد من التصال بحثات التخزين يحتاج إلى محرك خاص وجهاز خاص قد يحتاج إلى توفر منفذ خارجي على جهاز الحاسب قد لا يحتاج إلى كل ذلك ويتم الوصول تلقائيين باستخدام القرص الصلب يكون مدمج كما نلاحظ في هذا الشكل وهو المكان التلقائي الذي يتصل به الحاسب القيام بالحفظ والاسترجاع أما في القرص الصلب الخارجي الوصول له أو كيف ممكن نقوم بالوصول إلى هذه الوحدة وذلك يتضح لمستخدامه بأن الجهاز خارجي حفظ البيانات ويحتاج إلى توصيله منفذ خارجي لحفظ واسترجاع البيانات أما في شرائح التخزين أو الفلاش موري يتم توصيلها مباشرة بمنفذ الخارجي من نوع اليو اس بي في الأقراص الضوئية والسيدي أو الديفيدي لا بد من توفر جهاز خاص قراءة البيانات التي يحملها القرص الصلب ويسمى هذا الجهاز مثلا محرك الأقراص يكون مدمج في جهاز الحاسب أو حتى ممكن نستخدم محركات خارجية يتم توصيلها بالمنفذ الخارجي للحاسب أيضا بطاقات الذاكرة والاستيكار وممكن أن تحتاج إلى منفذ خاصة أو قطعة صغيرة لتوصيلها بالجهاز كما نلاحظ في هذا الشكل وهذه الصورة قطعة ويتم توصيلها ويتم توصيل فيها البطاقات الذاكرة استعراض محتويات وحدات تخزين ملفات بعدها نتعرفنا على كيفية الوصول لكل وحدة بعدما نقوم بإدخال سواء وحدات التخزين التي نريد سيظهرنا ممكن نقوم باستعراض وحدات وحدات التخزين الموجودة بالضغط على أمر كما نلاحظ فتح المجلد لعرض الملفات عندما نقوم بالضغط على هذا الأمر سيتظهر لنا هذا النافذة الذي تكون فيه محتويات لوحدات التخزين وحدة التخزين وشريط المهام نلاحظ بداية عند إدخال وحدة التخزين الخارجية سيظهر لي على شريط المهام أيقونة فعلا تعطيني معرفة أنه هناك أو قمت بتوصيل وحدة التخزين عند فحصها لا بد أو فحص وحدة التخزين الخارجية لا بد من أو ينصح دائما بتثبيت برامج مكافحة أو برنامج حماية على الجهاز الحاسب للفحص التلقائي لمحتويات الحاسب وسوف نلاحظ عند وجود هذا البرنامج أي محاولة وعنده محاولة توصيل وحدات التخزين الخارجية يقوم بفحص الوحدة وإظهار رسالة توضح سلامة الملفات أيضا كيف ممكن نقوم بإخراج وحدات التخزين بطريقة صحيحة بداية نقوم بتهيئة المنفذ الخارجي لعملية الفصل حتى لا يحدث أي خلال في البيانات الموجودة نقوم بالتأكد من إغلاق جميع الملفات الموجودة على وحدات التخزين الخارجية إغلاق نافذة وحدة التخزين إذا كانت مفتوحة أيضا نقر مرة واحدة على الأيقونة التي تكون موجودة على شريط المهام سيظهر لي خيارات يظهر لي الأمر إخراج USB Flash Disk عند الضغط عليه يمكن فصل وحدة التخزين من المنفذ الخارجي للحاسب تحدثنا أيضا كيف ممكن نقوم بنقل ملفات المجلدات من وإلى وحدات التخزين وتعرفنا عليها كتطبيق ممكن أن تقوم بكيف ممكن تتعرف عليها أو كيف ممكن أن تقوم بنقل الملفات من وإلى وحدات التخزين بحيث مثلا يكون لدي ملف موجود على سطح المكتب فقط أقوم بالإشارة عليه بالفارة ثم الضغط بزر الفارة الأيمن ثم نقوم بنسخ الملف ثم وضعه في وحدة التخزين الخارجية أو أيضا إذا أردنا نقله من وحدة التخزين الخارجية إلى مثلا إلى القلص الصلب فبنفس الطريقة نقوم بالضغط أو نسخ الملف ووضعه في سطح المكتب بنفس الطريقة وبهذا التنفيذ فقط باستخدام أو الوصول ملفات تمكن من النسخ واللصق والغصوة والتعامل معها داخل وحدة التخزين تحرفنا بعد ذلك على الشبكات الحاسب ما هو مفهوم الشبكات وما هو مفهوم الإنترنت تعريف الشبكة هو ربط جهازين أو أكثر مع بعضها لماذا؟ لتبادل البيانات والاستفادة من الموارد إذن عندما نقوم برد جهازين أو أكثر لتبادل البيانات واستفادة من الموارد هذا نعني أن هناك شبكة الإنترنت ما هو الإنترنت؟ هو نظام عالمي مكون من شبكات حاسوبية مترابطة لتخدم ملايين المستخدمين حول العالم ما هي طرق الاتصال عبر شبكة الإنترنت؟ ذكرنا أن هناك طريقتين الطريقة الأولى هي الاتصال السلكي ويتمع عن طريق الكابلات التي توفير الاتصال السلكي كما نلاحظ في هذا الشكل وهذه الصورة أيضا الاتصال اللاسلكي وتستخدم تقنية الواي فاي يتوفير الاتصال اللاسلكي وتستخدم موجات الراديو لتبادل المعلومات تشير هذه الإيقونات باتصال اللاسلكي إلى قوة الإرسال من خلال الألوان الموجات الصادرة نلاحظ في هذه اللون الرمادي يعني هناك ضعف في الإشارة في حين تصبح الموجات عندما تكون ملونة فهذا يعني قوة الرسال أيهما أقوى وأسرع وأأمن الاتصال السلكي هو أسرع وأقوى من الاتصال اللاسلكي لماذا؟ لأنه يعتمد الاتصال اللاسلكي في قوة بثة على الموجات الاتصال بشبكة الانترنت سنتعرف الآن على كيف ممكن نقوم بالاتصال بشبكة الانترنت تعرفنا أن هناك طريقتين سلكية ولا سلكية ويتطلب اشتراك مسبق بخدمة الانترنت خلال مزودات من أجل تفعيل خدمة الانترنت في خط الهاتف يشترض توفر جهاز مودم ما هو المودم؟ هو جهاز ينقل بيانات بين أجهزة الحاسب باستخدام خط الهاتف حيث أن بيانات الحاسب رقمية وبيانات الهاتف تماثلية ويقوم بالتحويل بينها الطريقة الأولى هي طريقة الاتصال السلكي يتم الاتصال السلكي بالانترنت توفر جهاز حاسب مزود بمنفذ شبكة كما نلاحظ يتم توصيله بالخدمة عن طريق الكابل الاثرنت ثم سيتم الاتصال تلقائيا بالانترنت وتظهر أيقونة تدل على نجاح الاتصال سيظهر لي بهذا الشكل يعني أنه يمكن حينها تصفح انترنت باستخدام أحد البرامج التطبيقية بعد ذلك سنتعرف على الاتصال السلكي بداية ليتم الاتصال السلكي بالانترنت يجب توفر جهاز أو اللاسلكي جهاز يدعم تقنية الاتصال اللاسلكي إذن جهاز يدعم تقنية الاتصال اللاسلكي ثم بعد ذلك سيقوم باستعراض الشبكات المتوفرة التي يظهر لك ثم بعد ذلك سيظهر لك ما إذا كانت هناك كلمة مرور أو تكون شبكة محمية بعد ذلك تحدثنا على تصفح الانترنت وتحدثنا أن هناك متصفحات الانترنت استفادة متصفحات الانترنت العديد المتصفحات متصفح جوجل كروم متصفح الماكرو سوفت ايج متصفحات الموزيلا الموزيلا فاير فوكس كمتصفح يتم عن طريق هذه المتصفحات الوصول إلى مواقع الانترنت وتصفح المحتويات كيف ممكن نقوم بتصفح الانترنت نقوم بالدخول إلى صفحة التي نريد الدخول عليها مثلا صفحة جوجل ثم إذا أردنا أيضا نقوم بالدخول إلى صفحات أخرى مثل صفحة موقع وزارة التعليم حتى نقوم بالتنقل ما بين هذه الصفحات ممكن نقوم باستخدام إلى الأمام إلى الخلف حتى نتنقل بين المواقع وحتى نقوم بتحديث البيانات للموقع في حال يكون هناك موقع أخباري أو غيرهم المواقع نقوم باستخدام زر التحديث أيضا ممكن نقوم بحفظ هذه الصفحة حتى نقوم بزيارتها باستمرار باستخدام زر المفضلة الروابط أو تعريف الرابط هو أي نص أو صورة يمكن نقر عليها لانتقال إلى صفحة أو ملف آخر ممكن نقوم باستخدامه بحيث ممكن حتى توصل إليها بعدة طرق مثلا دخول أو تغيير الصفحة الافتراضية كيف ممكن نغيرها من أدوات خيارات انترنت ثم بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى تبويب عام الصفحة الرئيسية نقوم بإدخال مثلا الموقع الذي نريد أن يكون هو الصفحة الافتراضية الموجودة نقوم بإدخالها ثم نقوم بالنقر موشر داخل صندوق وسمى الصفحة الرئيسية ثم نقوم بإدخال عنوان الصفحة سيظهر لنا مباشرة أو سيكون لدينا هذه الصفحة التي ستظهر باستمرار أو الصفحة الافتراضية بعد ذلك تحدثنا عن محركات البحث وذكرنا أن هي أداة مبنية على الإنترنت صمت تقوم بالبحث عن معلومات عبر شبكة الإنترنت كثير من محركات البحث الموجودة مثلا كثير من محركات مثلا محرك الأسكا وغير من محركات مثلا محرك جوجل أو بينك أو غير من محركات ممكن نستخدمها إذن هي أداة مبنية على الإنترنت صمت تقوم البحث عن معلومات عبر شبكة الإنترنت محركات الأكثر استخداما أو أوسعها شهرة الكثير من الاستخدامات مثلا المحرك البحث جوجل الياهو البنك وغيرها من المحركات البحث الكثيرة التي تظهر لدينا محرك بحث جوجل هو محرك بحث تملك شركة جوجل هو أكثر من محركات استخداما في الإنترنت يشيري أنه يستقبل مئات الملايين من استعلامات يوميا خلال خدمات ملحقات جوجل أو التطبيقات التي يقدمها جوجل جوجل كشركة يقدم خدمات مجانية تخدم المستفيدين أو الذين يقومون بدخول بشكل مجاني العديد من الخدمات التي يقدمها مثلا في الجيميل أو حتى اليوتيوب أو حتى متصفح جوجل كروم وتقيم جوجل و خراية جوجل أو جوجل مابس بداية جيميل كخدمة إيميل مجانية مقدمة من شركة جوجل مدعومة بالعلانات أيضا تقدم لي أكثر من 15 جيجابايت من مساحة مجانية تعتبر أكثر حماية يشترى التسجيل برقم جوال لتأكيد هوية صاحب الحساب اليوتيوب كموقع أكتروني مشاركة مواقع أو مقاطع الفيديو يسمح مستخدمين برفع مشاهدة و مشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني أيضا كمتصفح جوجل كروم كتطبيق أو ملحقات جوجل متصفح إنترنت مجاني من تلك شركة جوجل تميز بالعديد المميزات تتيح مستخدم التصفح بسهولة أيضا تقويم جوجل كتطبيق إنترنت مقدم شركة جوجل يختص بإدارة الوقت أيضا كملحقات جوجل اللي هو خرايط جوجل مابز أو هو تطبيق يعمل عن طريق إنترنت وحتى ممكن يعمل بدونه يختص بتوفير الخرايط والمواقع والاتجاهات باستخدام الأقمار الصناعية أيضا تعرفنا لملحقات أو تطبيقات جوجل أخرى مثلا ترجمة جوجل ودوينات بلوغر أيضا كتب جوجل ومحركات الأقراص أو جوجل درايف وغيرها من الأدوات تحدثنا بداية عن ترجمة جوجل لأنه عبارة عن خدمة مقدمة جوجل ترجمة كلمة أو عبارة أو صفحة من لغة إلى لغة أخرى يستطيع ترجمة من وإلى خمسين لغة بإضافة إلى إمكانية ترجمة خمسة عشر لغة أو مية وخمسين لغة صوتية معنى أن ترجمة نصوص مقروعة أو حتى نصوص مدخلة عن طريق المايكروفون ويمكن سماعة ترجمة الخاصة بها عن طريق سماعات كخدمة من خدمات جوجل أيضا مدوينات بلوغر موقع يوفر خدمة وقراءة مدوينات وهو موقع تروني ينشر وينشر فيه ما يسمى مشاركات بشكل تسلسل زمن وهي كمذكرة شخصية اكترونية أيضا كتب جوجل خدمة تتيح المستخدمين للبحث عن نصوص ومن خلال قاعدة بيانات واسعة من الكتب والمجلات أيضا محرك الأقراص أو جوجل درايف كخدمة لتخزين ملفات وتبادلها أيضا تعتبر من خدمات التي يقدمها جوجل تعتمد على تقنية تخزين السحابي تتيح مشاركة ملفات وتحريرها لها عدة خدمات أيضا بعد ذلك تحدثنا عن مستندات جوجل دوكس وهي أحد تطبيقات جوجل الانتاجية التي تتح مستخدمين للتأليف وتحرير المشترك للنصوص وتنسيقها وتنظيمها كخدمة لمن خدمات جوجل إذن استعرضنا في هذا الفصل المنضوعات التالية لوحة مفاتيح تحرير وتنسيق النصوص محدات التخزين والانواع التعامل مع محدات التخزين الخارجية نقل الملفات والمجلدات أيضا تحرفنا على شبكات الحاسب والاتصال بشبكة الانترنت صفح الانترنت ومحركات البحث ثم بعد ذلك تحدثنا عن ملحقات جوجل أو تطبيقات التي يقدمها جوجل إلى هنا نكون قد نحينا الكلام أو الدرس الذي استعرضنا فيه موضعات للوحدات الخاصة بمنهج الحاسب وتقنية المعلومات نراكم بإذن الله على خير